الحمد لله ومن بعهده أوفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله المستكملين الشرفة أما بعد فأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى برنامجكم أبيض كالصفى ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أحبتي هل هي صدفة أن يكون الباحث عن هذا الحديث هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا والله إن هذا الحديث من صميم علامات ومنارات شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عظمة إنه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يختر الطريق السهل في مجلسه أعظم شيء أمتع شيء للنفوس وأيسر شيء في المجلس أن نترك الحديث للناس فسيكون كل كلام الناس في متح عمر والسناء على عمر لكن الإنسان الملهم الذي بصره بصر فرس يسدد إلى الآخرة لا تره أبدا يضيع مجلسه ولا يضيع أوقاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوما مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة إلا قاموا وكأنهم قاموا من على جيفة حمار إلا كان عليهم ترة يوم القيامة حسرة وندامة الأفاضل يعرفون للمجالس حقها عمر رضي الله عنه جلس مع أصحابه ما الحديث الذي نفتحه من منكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن هذا هو الكلام وحين يبحث الإنسان عن الفتن فإنه يتمثل قول القائل عرفت الشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه من منكم يحفظ حديث النبي في الفتن صلى الله عليه وسلم ذلك أن عمر رضي الله عنه أرضاه وهو العظيم الإمام الضخم له تجارب في حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام جرب عمر رضي الله عنه أرضاه أن يمسك أوراقا من التوراة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال فقال الناس من حول عمر ويحك أما رأيت ما فعلت بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأبي أنت وأمي رسول الله أستغفر الله مما فعلت أنا عملت إيه أنا آسف أنا مش عارف أنا عملت إيه بس أنا تبت منه أستغفر الله مما يستغفر يستغفر مما لا يعلمه شخصية عمر تخاف الفتن تخاف الزنوب تخاف الزلات تخاف المعاصي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أم تهوي يكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسه بيده لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي شخصية عمر فرضت على المجلس هذا الحديث وعمر مع حزيفة بينهما لقاءات منها لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين عند حزيفة قال له عمر رضي الله عنه أقسمت عليك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقال له حزيفة رضي الله عنه لا والله ولا أزكي بعدك أحدا هو الذي قال له حزيفة ما لك ولها إن بينك وبينها بابا مغلقا تمالك من الفتن البريء من الفتن هو الذي يبحث عنها في طريقه كي لا يقع فيها والذي يتوقعها قبل أن تدركه ليتوقعها ذلك هو عمر رضي الله عنه أرضاه صاحبنا في هذا الحديث أبيض كالصفة فاجعلهم مجالسكم كمجلس عمر لا ينطق فيها اللسان بكلمة يهوي بها في النار ولكن يرعى حقها فيا رب يا رب هذا الكلام عن القلب الأبيض كالصفة يا رب هذا الكلام عن القلوب البيضاء فارزقنا إياها يا رب الأرض والسماء